شكرا جزوء شكرا جزوء شكرا جزوء اليوم الحلو ده أريد أن أقول لكم سعون طيبين وعيد سعيد ودخلوا وشوفوا فيلم مغامرات كوكو هيعجبكم أوي 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 إحنا عاملينه للأطفال الحلوين حبا يبقى قلبنا كلنا ويعربي يعجب الجمهور كلهم كوكو بيومي هو اسمه كوكو حاجم أعني أعني أماني أو أصفة أماني لا هو اسمه كوكو تب الدورك في الكوكو؟ أنا طلع الدكتور المساعد لخلد الصوت هل هو دكتور البدري؟ دكتور برضو حقيوانات برضو تب الدور ده يعني هل انت يعني عادت مع نمازج لنكت البدريين عشان مستطل الدور؟ لا 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 هو ما فيهوش يعني حاجات سعبة قوي حتى لو فيه مشاهدة مواقف كوميدية يعني لكن انا عندي كلاب وطبعا كنت بوضيهم المستشفى و بكشف عليهم و بطعمهم و بقعد عالق محليل و لا اعرف كل حاجة الصعبات اللي عملتها في العمل و ازاي عددتها؟ لا ما قابلتش الحمد لله صعبات خالص بس صورنا بلبس صيفي في الشتة دي كانت عصعب حاجة اه دي كانت عصعب حاجة بس اين خلط المؤيزة في الفامل همو كنت تتمنى؟ البوكيت جميل ده التركيبة الحلوة زي اه والله شاب ان المناسب في عادة البدرة يعني في كمية نجوم نازلين الصلاة اللي قائبة يعني هل الفيلم ممكن يعني الفيلم الظلم في وسلم؟ لا ليه الظلم فيش حاجة بتتظلم لا بص لو ربنا تكتب لنا النجاح وانه ينودينا من نور و كده هننور وسط كل دول عام و طبعا عايز اقول كل الموجودين و عندهم افلام الف مليون مبروك و قسروا الدنيا كلكم ايوة طبعا بحرور بقل يا رمضان و يعني ما شاء الله عاما دور تواجز و سطر والمساسي كله صعب يعني كله صعب كله يا لهوي روجينا دي ربنا كان الله فعونك يا روجي بصراحة برافو 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 ماشاء الله عليها فقل حياة مجد الاكتب ايه رأيك شايف الجراءة و اللازازة والحلاوة شايف وطبعاً عايزين أقول له سيد رقوف عبدالعزيز شابو برافو 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 كل فريق العمل وكل الكاستو جمال شاكر وكل الناس بجد برافو شيخ ياسين التوهامي أحمد أحمد الرافعي كل الناس شابو برافو سقفة ما نشاف عن نوعات العمل دي مغامرة؟ أنا بالنسبالي كان رعب كان اكتشافه كان اختبار لنفسي ما بيني وما بين نفسي مبدأة ان انا ممثلة فهناعمل كل حاجة يعني ايه جينيك دور مش عارفة تعملين انت هتستهبلي عودي ذاكري كده بقى ازاي استعدت للدور ده؟ ازاي استعدت للدور ده؟ ازاي استعدت للدور ده؟ ازاي استعدت له ازاي انا كنت معه دحفظ كتير قوي وبعد اعيد مرة واثنين وثلاثة واسمع واسأل الكلمة دي تتقال ازاي لان عندهم هناك في السعيدي تشكيل كتير قوي في الكلام طبعا سكون وضمة وفتحة هما بيتكلموا كده كان صعوبة بار جدا 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 ازاي عاديت الصعوبة خاصة بالدهجة عاديتها زي؟ لا اتعوت يعني بعد فترة بقى الموضوع صحي و لكن معكم صح؟ عبدالنبي حساني ده يعني زميل وشاب جميل في معهد فنومة صراحية بجد طول المسلسة اللي هو معينا بالنسبة للمتابعة في رمضاني تابعت ايه غير اسفل؟ تابعت برضو بابا المجال و عجبني جدا و تابعت برضو طبعا جعفر العمده عجبني محمد رمضان و صف صف عسل صف صف تجنن و عجبني اوي برضو بتاع عمونا زكير تحت المصاي عجبني و عجبني اتني برضو حنان سخية و عجبني في كزا حاجة و لسا هتفرج بعد رمضان لان انا كنت بصور في رمضان عدا بكرة لا انا لسا مفركشين المسلسل من يومين بس ثلاث يومين لو انتي يعني كم بي ايدي برايكوني بضور فدعب بضربة عاليساء لهم دوش ما بحيبش المقارنات دي ما بحيبش احط نفسي اعدام مجاليش يبقى ما نفسيش لا 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 اي المسلس اللى انتي التحليق و الناس الساعات bilêtes كلمانيا و كيلو باترا استطاع كيلو باترا طبعا نيفرتيتي اعملها ونفسي عمل شخصية نوبية جدا شخصية نوبية انا كنفسي عمل السعيدي والحمده لقد عملتو اريد اعمل من النوبة اللي هي من المغجرية اه اللي هي مثلا البدو بدوية ايوه اعرفوش كان يدي عليك الدول المصورة فيلم الموارفة كان فيه بعض الورد بس انا بقلتلك الدور اللي مايجليش مايبقى مش بتاعي ما نفسيش فيه بإذن الله انا عشالك في رؤية نظري لازم نانسى صلحت احنا بطلق يا حياتي كلك زوق فعزن باب تلك طرق يا رب يكرم ربنا يكرم فتكلم كل المقرومات يعني هي بقى اللي ماحدش جاء بقى معرق ماعرفش لا معرفش سألت كده من المقرومات هم يلتفت ايه ما هم شايفين هم ما شاه الله عليهم هااا لا ما باعرفش اقول هااا نقول لهم انت هم يسمعونك انا ما باقولش يعني تل اما ربنا بيرزعني بحاجة خلاص الحمدو لله والوقتي بتاعي هيجي ونوّر فيه كده كده فهم الفكرة بس نا امش بستعجلة حاجة اهم حاجة الجمور بيحبني وأنا الحمد لله نكحة بيهم وعيشة بيهم دي أهم حاجة عندي في العيد بقى رحفين ولا هتعملي في العيد؟ لا ده أنا هاود أحضر لبرنامج لأطفال اللي عندي بعد العيد هدي مفاجأة أنا أقولي البرنامج؟ بعمل برنامج للأطفال اسمه سابق سنه أيبقى على القناة هيا ان شاء الله بإذن الله هنزل بعد عيد بوزل؟ آه هيبتدي أنا هبتدي يصور فيه إن شاء الله رسالة بقى لجمهورة في عيدة الدنيا عايزة أقولي لجمهور كل سنة ونطيبين مرسي ليكو على كل الحب والدعم بيوصلي دايما وأنا بيكو قوية ونجحة طول الوقت كل سنة ونطيبين ويا رب يا رب يا رب كل حد فيكو نفسه في حاجة ربنا يديهالو ويا رب تفضل مصر كويسة وبخير كده وفي نعمة وكل سنة وطيبين محبكو قابلي thank you so much اشتركوا في القناة